اشتركوا في القناة اضع ملامح الوش 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 ده يعتبر الشكل النهائي للشخصية. كنت تفكر حط حاجة في شعرها وكده بس قلت لعم الشكل حلو. بدأت اغير شكل العين وكده يكون فيها رموش. بس كده ده كان الشكل النهائي للشخصية اكتب له رأيكم في التعليقات. وبدأت بقى صمم فتاني شخصية هتكون في لعبة توكا بوكا. طبعا بعد نهاية الفيديو اكتب له تحت في التعليقات ايه اكتر شخصية عجبتكم من التلاتة. طبعا زي انتو شايفين بقى بدأت اغير لون البشرة وكده. بحيس ان هما يكونوا شبه بعض. يعني لون البشرة يكون متقارب من بعض وكمان شكل الشعر وكده. فحاولت اجي بقى قرب شكل الشعر اللي شبه اللي انا عملته في شخصية واخترتي شكل الشعر ده حاسته قريب جدا لشعر الشخصية اللي احنا عملناه في لعبة توكا. طبعا خليته بنون البني. ونفس الكلام برضو على الحواجب خليته شبه لون الشعر. يعني حاست ان الستايل الشعر ده قارب حاجة اللي احنا عملناه في لعبة توكا. وغيرت شكل اللي بتسامة. طبعا نحط شوية ملامح. وبدأت بقى اختر اللبس. كنت بحاول بقى دور على فستان هنا ازرق. ملقتش غير الفستان ده. ده قارب حاجة يعني. فقلت خلاص يعني اخترته وخلاص. واختار شكل العين كده فيها رموش. بس كده ده كان الشكل ان هياه في شخصيته وكا بوكا يكتبوا له برضو ايه رأيوك في التعليقات. وبدا تبقى سمم الشخصية في اخر اللعبة وهي لعبة افاتر. طبعا زي بقى الشخصيات اخترته لون البشرة. وهبدأ بقى اختار شكل الشعر. في الاول ما كنتش لايه شكل الشعر القريب ليهم. بس اصلا في لعبة توكا بوكا الشعر بيكون متقسم جزئين يعني جزء اللي وره وجزء اللي بيكون ايه الشعر اللي قدام. اخترت الجزء اللي وره اللي هو ده. وبعدين اخترت الجزء اللي بقى من الشعر. وحسنت بقى ان شكل الشعر ده قريب ليهم. وطبعا خليته باللون البني. ويبدأت اغير في شكل العين كده. بس رجعتها تاني زي ما هي في الاول لان شكلها كان حالو. وخليت عينها باللون البني. وطبعا نفس الكلام حطيت ملامح البشرة. ويبدأت تبقى اختار اللبس. دورت على فستان كده يبقى لونه ازرق وشباههم. كنت اختار ده بس في الاخر غيرته. كنت اختار ده بس في الاخر غيرته حسيته كده مش شباههم. اخترت بقى الفستان ده والفستان ده نقدر ان نختار اي لون اللي احنا عايزينه. فاخترت اللون اللي ازرق. وبدأت باخترك جزمة اللي هي تلبسها. وليت جزمة بلون الازرق. خليت تلبس شراب. وحطيت شوية تكسسورات. لبستها سلسلة. ولبستها حلق كده شبه السلسلة. خليت تلبس كده جوانتي كده باللون الازرق برضو. بس كده ده كان الشكل النهائي للشخصية اكتبولي اي رأيكم برضو في التعليقات. بس كده وصلنا نهاية الفيديو. تمنا الفيديو يكون اعجبكم. لو اعجبكم بقى اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة. وكتبوا لي تعطي في التعليقات اي اكتر شخصية عجبتكم الثلاثة. وبس اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. اشتركوا في القناة.